في غزوة تابوك تخلف ثلاثة رجال عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر شرعي كان كعبن بن مالك أحد هؤلاء الثلاثة ولأن الجهاد فرض على كل مسلم ولا يجوز له التخلف عنه إلا لعذر شرعي فكان يجب على المسلمين أن لا يتخلفوا عندما ينادي النبي ولا يتخلف إلا من كان له عذر قوي أو كان من أهل النفاق فعندما استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تابوك واستعد المسلمون معه لم يستعد كعبن وقال في نفسه سألحق بهم حتى إذا خرجوا ظن أنه سيلحق بهم ويدركهم ولكنه لم يفعل وأصبح كعبن وحده بالمدينة لا يرى إلا رجلا مشهورا بالنفاق أو رجلا من الضعفاء لديه عذر شرعي فلما بلغه أن رسول الله عاد راجعا من تابوك فزع وحزن وفكر في أن يتحجج بالكذب ليتجنب غضب وسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب رسول الله من المدينة زال عن كعب الكذب الذي فكر فيه وعلم أنه لن ينجو إلا بالصدق فعزم على أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل رسول الله للمدينة بدأ بالمسجد وجلس للناس جاء من تخلفوا عن الجهاد وأخذوا يعتذرون له ويحلفون فيقبل منهم الرسول ويستغفر لهم وكان هؤلاء بضعا وثمانين رجلا فجاء كعب فسلم عليه فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب وقال له ما خلفك قال كعب يا رسول الله والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنيا لخرجت من صخطه بعذر والله ما كان لي عذر حين تخلفت عنك فقال رسول الله أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فخرج من عنده فلحقه أهله يلومونه على أنه لم يقدم عذرا كما كذب المنافقون على رسول الله فيستغفر له رسول الله كالآخرين فسأل أهله هل قال أحد بمثل ما قلت فذكروا له رجلين صالحين هما مرارة بن الربيع وهلال بن أبي أمية وكان كعب قدوة لهما حينما صدق بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محادثة الثلاثة فاجتنبهم الناس رغم حبهم لهم لأن أوامر رسول الله فوق الحب فاستكان مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وقاعد في بيتهما يبكيان حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وكذلك ضاقت على كعب الذي كان يطوف الأسواق فلا يكلمه أحد حتى أقاربه وكان عندما يذهب لأداء الصلاة في المسجد ويسلم على رسول الله يغافله بالنظر إليه ليرى هل رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام أم لا فلا يعرف فلما مضت أربعون ليلة وإذا برسول من النبي يأمر كعبا باعتزال امرأته فقال كعب لها الحقي بأهلك وكان الأمر من النبي باعتزال النساء لصاحبيه أيضا فلما مضت خمسون ليلة أذن الله بالفرج وجاءت التوبة فما أنعم الله على كعب بنعمة بعد الإسلام أعظم في نفسه من صدقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فما من أحد ابتلاه الله بصدق الحديث بمثل ما ابتلى كعب بن مالك لقد تخلف الثلاثة عن الغزو الذي كان في زمان الحر والشدة ولكن رغم فداحة الذنب وعظمه تجاوز الله عنهم وغفر لهم صنيعهم لأنهم كانوا صادقين مع أنفسهم ومع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهم لم يخادعوا ولم يأتوا بأعذار كاذبة بل صدقوا واعترفوا بسبب تخلفهم عنه ولجأوا إلى الله تائبين مستغفرين فتاب الله عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة مسلمة تسمى تميمة بنت وهب من صحابي جليل اسمه رفاعة وقد أعطاها حديقة مهرا لها وكانت تحيى حياة سعيدة مع زوجها رفاعة وكان هو يعاملها أحسن معاملة كما أمر الإسلام ولكنها ذات يوم رأته مقبلا مع مجموعة من الرجال وإذا هو أقبحهم منظرا فلم تقنع بما قسمه الله لها من زوج حسن الخلق والمعاملة وحدثتها نفسها لماذا أصبر على هذا الزوج القبيح وتضيع حياتي معه فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها وقالت يا رسول الله والله إني لا أعيب على زوجي في خلق ولا دين فهو نعم الناس بأخلاقه ودينه لكني لا أتحمل البقاء معه ولا أريد أن أستمر معه فأنا أكره كما أكره الكفر فقال لها رسول الله أتردين عليه حديقته فقال التميمة أرد عليه حديقته فقال رسول الله لزوجها إن المرأة لا تريدك فخذ الحديقة وطلقها فطلقها رفاعة وبعد أن أكملت عدتها تزينت حيث كانت تريد رجلا آخر ليتزوجها وبالفعل تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وكان جميل الوجه ولكنها لم تجد منه ما كانت تجد من زوجها الأول ودارت مقارنة بداخلها بين عبد الرحمن بن الزبير وزوجها الأول رفاعة في أشياء كثيرة ومن بينها متعة الفراش فكانت تذمه وتقول له أنت لست رجلا مثل الرجال فكان يضربها لأن الرجل لا يقبل أن تذمه زوجته بمثل تلك الأقوال لذلك ذهب التميمة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تشتكي من الزوج الجديد وقالت لها إن زوجي يعاملني معاملة سيئة وقد اغتررت بجمال صورته إلا أنه يضربني وكان التميمة تلبس خمارا أخضر اللون وقالت للسيدة عائشة رضي الله عنها انظر إلى يدي فلما نظرت السيدة عائشة إلى يدها إذا بها آثار ضربات لونها أخضر وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت كانت تميمة تجلس على جنب فسأل رسول الله السيدة عائشة من هذه يا عائشة؟ فأخبرته السيدة عائشة باسمها وقصتها ثم قالت وقد جاءتني تشتكي أن زوجها يضربها والله يا رسول الله لا أدري أذراعها أشد خضرة أم خمارها من شدة الضرب فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحضار زوجها فحضر الزوج ومعه ولدان من زوجة غيرها فلما أقبل زمت الزوجة رجولته فدافع الرجل عن نفسه وقال كذبت إنها ناشز تريد رفاعة وأنا عندي زوجة قبلها فقال له رسول الله هل هؤلاء أولادك؟ فقال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لديه أولاد وهو قادر ثم قال لها أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ ثم أكمل قائلا لا والله أنت اشتقت إلى زوجك الأول فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك أي يجب أن تستمر حياتك مع زوجك الحالي فيجب على الزوجة أن ترضى بنصيبها الذي قسمه الله لها ولا تكون ناشزا بسبب وساوس في رأسها بل عليها أن تذكر محاسن زوجها ولا تقارنه بأحد فنتيجة عدم القناعة والرضا تكون خسارة على صاحبها دائما يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم